استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على سعود حفظه الله في مكتبه بقصر اليمامة في الرياضة اليوم معالي وزير التخطيط وزير التجارة بالوكالة في جمهورية العراق رئيس الجانب العراقي في مجلس التنسيق السعودي العراقي الدكتور سلمان الجميلي و جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية و التأكيد على همية مجلس التنسيق السعودي العراقي في تنمية وتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ومعالي وزير التجارة والاستثمار رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي العراقي الدكتور ماجد بن عبدالله القصوي وعدد من المسؤولين كما حضره الوفد المرافق للوزير العراقي ثمن مجلس الوزراء اليمني عاليا التوجيهات التي أصدرها قادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السعود بداعي مبلغ ملياري دولار أمريكي كوديعة في حساب البنك المركزي اليمني لرفع المعاناة عن الشعب اليمني وذلك في إطار تعزيز الوضع المالي والاقتصادي وأكد مجلس الوزراء اليمني في اجتماع له في عدن برئاسة أحمد بن دغر أن الوديعة ستنعكس إيجابيا على الأحوال المعيشية لليمنيين كما أنها تجسد المواقف النبيلة والأخوية لخادم الحرمين الشريفين وأوقوفه المستمر إلى جانب الشعب اليمني في مختلف الظروف ومواقفه العربية الأصيلة موسيقى اتطلع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار وخادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة على أعمال وأهداف جمعية الإرادة لدى الموهوبين والموهوبات من ذوي الإعاقة واستمع الأمير خالد الفيصل خلال لقائه بالإمارة في جده لمؤسس الجمعية الدكتور عمار بوقس وأعضاء الجمعية إلى شرح مفصل عن الجمعية ودعمها للموهوبين من ذوي الإعاقة وأنه أمير مكة المكرمة بالجهود المبذولة في إنجاح أعمال الجمعية مؤكدا همية الوقوف مع مثل هذه الجمعيات وتذليل جميع الصعوبات التي قد تواجهها ونبقى في مكة المكرمة حيث بحث أمير منطقة مكة المكرمة مع المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض الخطط الجديدة لتطوير الخدمات الطبية وما تم بشأن مشروع مستشفى الملك فيصل التخصصي الجديد في جده وما استعرضا النجاحات التي تحققت على سعيد الأبحاث الطبية استعرضا صاحب السمو الملكي لأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض جهود وأنشطة جمعية أفاق خضراء البيئية واستمع لأمير فيصل بن بندر خلال لقائه بقصر الحكم لرئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبد الرحمن السقير وأعضاء مجلس الإدارة إلى الجهود التوعية في مجال البيئة والأنشطة التطوعية والتشجيع على التشجير والحفاظ على الغطاء النباتي وثمن أمير الرياض ما تقوم به الجمعية وأدور الهادف إلى التحسين الوعي البيئي والتحسين البيئي ناقش الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم بالإمارة اليوم مع معالي وزير النقل الدكتور نبيل العمودي الموضوعات المتعلقة بالطرق والنقل في منطقة القصيم ومحافظاته ومراكزها وأكد أمير منطقة القصيم اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بقطاع النقل والطرق لكل مجال خادم لأبناء الوطن هذا وتفقد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز يرافقه معالي وزير النقل الدكتور نبيل العمودي نفق طريق الملك عبد الله وتقاطع الخماسية بمدينة بريدة حيث استمع لشرح مفصل عن أداء العمل في كل المشروعين ووقف أمير القصيم على سير عمل عدد من المشاريع المنفذة لوزارة النقل في مدينة بريدة أنا أريد أن أقول كلمة بأن الاعتمادات التي تطلب من وزارة النقل تم تأمينها من فضل الله منذ أشهر والمقاول يشكر ويثني على مثل هذه الاعتمادات التي قامت بتأمينها حكومة رشيدة مثلاً في وزارة النقل العمل يجري على قدم وساق العوائق التي تعترض مثل هذه المشاريع الكبيرة والعظيمة مثل ما شاف مع الوزير لا بد أنها تكون تحسيل حاصل لتنفيذ المشروع بالدقة اللازمة على المواصفات الهندسية والقياسية العالمية بسم الله الرحمن الرحيم طبعاً هذا أول زيارة للمنطقة القصيم كوزير النقل وحصل للشرف أني طبعاً أيضاً أزور قطار سار وتفقد المحطتين محطة الرياضة أيضاً محطة القصيم وتفقد مشروعين مشروعين مهمين طبعاً المنطقة وإن شاء الله نتمنى من نهاية السنة يكون المشروعين هذولين انتهوا ويكون طبعاً شريان رئيسي لمنطقة القصيم وإن شاء الله ن curt ن compteคل اللي كانت موقف المشروع انتهت الآن وإن شاء الله نحن مثل تعملين خير أنه يكون في خلال أقل من سنة يكون منتهي من المشروعين إن شاء الله أمير منطقة القصيم بالإمارة اجتماعا لمحافظي المحافظات ورؤساء بلديات ورؤساء المجالس البلدية لمناقشة الموضوعات التي تهم العمل البلدي وناقش الاجتماع تعثر استكمال المشاريع السكنية والتجارية ومباني الأوقاف والجهات الخيرية التي تسبب تشوهات عمرانية إضافة للجوانب القالونية والإدارية في التعامل مع مثل هذه المشاريع المتوقفة وأكد الأمير الدكتور فيصل من مشعل أنه لا يمكن القبول بوجود مباني مشوهة للمنظر العام مشددا أن هناك إجراءات نظامية سيتم اتخاذها لمعالجتها من جهة ثانية تفقد أمير منطقة القصيم اليوم الذهبي لمهرجان الغضاء 16 بمحافظة عنيزة واطلع على فعاليات وقسام المهرجان الذي تبلغ مساحاته الإجمالية 5000 متر تمكن الزوار من استزراع شجر الغضاء وأزار الأمير فيصل بن مشعل معرض الملك سلمان في المهرجان والذي يستعرض مسيرة خادم الحرمين الشريفين خلال ثلاثة عوام ماضية والتي شملت تطور ونمو المملكة واطلع أمير المنطقة على معرض الأمن والسلامة لشركة الكهرباء السعودية إضافة إلى جنحة الأسر المنتجة إلى جانب اللوحات الفنية والشعبية وفي كلمة له بين الأمير فيصل بن مشعل القصيم منطقة جاذبة وبيئة صالحة لقامة مثل هذه الكرنفات السياحية الكبيرة التي تعكس ثقافة المنطقة وما تمتاز به من مواقع وبرامج عندما زرت محافظة عنيزة ومهرجان الغضاء وجدت هذه الفعاليات المتنوعة وجدت جميع أفراد الأسرة في هذا المهرجان من الكبير والصغير والنساء والرجال والأطفال وفي نفس الوقت والله الحمد كل ما يمتع أبناء هذه البلاد الغالية أنا أقول بلاد الغالية لأنني أرى كثير من أبناء المناطق مناطق المملكة العربية السعودية وهم يتوجهون إلى هذه المحافظة وإلى هذا المهرجان لم تعد الحقيقة المهرجانات في أي منطقة مناطق المملكة محصورة على أهلها لوحدهم وإنما هي مفتوحة لجميع أبناء الوطن ونبقى في القصيم حيث استعرض أمير المنطقة الأهداف والأعمال التي تقدمها الجمعية بنيان الخيرية النسائية للتنمية الأسرية جاء ذلك خلال لقائه بالإمارة اليوم رئيسة مجلس إدارة الجمعية ندى البواردي التي قدمت نبذة عن الجمعية وألية عملها في تقديم خدماتها للأسر المستحقة وتبنيها لمفهوم تنمية أسرية ذات أثر مستدام لأفراد الأسر رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين الموجه بالمنطقة بقاعة الاجتماعات اليوم الاجتماع الثاني للجنة واستعرض الاجتماع المحاور الرئيسية التي تعنا بالتوطين وما تم إنجازه من أعمال وأوضح السمو أن نجاح توطين الوظائف سيؤدي إلى خفض نسبة العمالات الوافدة وخفض التحولات التي تؤثر سلبا على الاقتصاد ودعم الاقتصاد الوطني ونجاح رؤية 2030 مشدد على أهمية متابعة توصيات وقرارات اللجنة من خلال التقارير المكتبية والزيارات الميدانية التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بن نيابة بالإمارة اليوم رئيس الهيئة الملكية الجويل وينبع المكلف الدكتور مصرح الأتيبي وتم خلال لقاء بحث عدد من الموضوعات التي تهم عمل الهيئة بالمنطقة واستعراض سير العمل بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية التي تشرف عليها الهيئة وعرب سموه عن سعدته بما استمع إليه موجها بمضاعفة الجهود من الهيئة وجميع الجهات العاملة بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية وفي جازان أيضا التقى أمير منطقة جازان بن نيابة في الجلسة الإسبوعية بالإمارة أمس جموعا من المواطنين وأكد الأمير محمد بن عبد العزيز حرص القيادة الرشيدة على توفير كل ما يحتاج إليه المواطن من مشروعات تشمل مختلف المجالات الخدمية والتنموية والاقتصادية وكل ما من شأنه توفير الراحة والرفاهية للمواطن والمقيم بالمملكة مشاهدين الكرام كأحد المهرجانات الشتوية في مهرجان الغضاء بمحافظة إعنيزة يتجدد بفعاليات المتنوعة التي جذبت الزوار بكافة شرائح المجتمع بفعالياته الشعبية والتراثية والثقافية جذب مهرجان الغضاء السادس عشر في محافظة إعنيزة زواره للاستمتاع بالأنشطة والعروض التي تقدم لهم وذلك وسط منتزهات الغضاء البرية يحرصنا صراحة كثيرة أنه ننوع في الفعاليات حيث أنها تناسب بحولها لكافة شرائح المجتمع الفعالية الرئيسية لهذا العام فعالية الفلكلور الشعبي أكثر تقريبا من ثمانية عروض وألوان مختلفة عن وسلم المملكة أيضا تم يتحت الفرصة للفنانين التشكيليين وكذلك رضل الأسر منتجة والحرفين بأكثر من 230 مشارك الحمد لله فريق العمل هذا العام يتجاوز 300 شاب من الجنسين يعملون بمواقع مختلفة داخل مهرجان ويفتح المهرجان نافذة تسويقية للأسر المنتجة والمهتمين بالفنون لعرض منتجاتهم وأعمالهم مركز الأميرة نوراي جمعية خيرية تدعم الأسر المنتجة عندنا حرف نقدمها بالمركز طبعا نحن نصممها ونجيب الخامات والمنتجات هم ينفذونها والله ما شاء الله فيه قبال كثير ما شاء الله الناس وعندنا كلات شعبية وعندنا ورق عينب شورمة سنبوسة فن النحط هذا قديما أساسا من ألاف السنين وجود أكثر شيء في ماليزيا الصين أمريكا كتراث قديم طبعا أنا من ثالث فنانين موجودين في السعودية ينحطون عليه ثلاثي الأبعاد تجسيد الحيوان بشكل كامل أنا مشاركة بمهرجان الغضاء بالرسم الواقعي لوحات وأعمالي موجودة هنا كانت تجربة جدا حلوة وشكرا للمنظمين ومقيمين مهرجان الغضاء وعيات المهرجان وسط قرية الغضاء والتي تحولت إلى لوحة فنية من خلال العروض والفعاليات التي تقدم للزوار علي العطينان للأخبار محافظة عنيزة